بهذه اللقطات تخطط سجى لإطلاق مشاركتها السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة فتعمل على الترويج لنفسها كمرشحة تنحدر من عائلة نازحة من محافظة صلاح الدين ورغم صغر سنها إلا أنها تبدو شجاعة بما يكفي لدخولها المعترك الانتخابي كمستقلة معولة بذلك على أصوات النازحين المحافظة بشكل عام بحاجة إلى النواب حتى يشغلون صح للمواطن النازح بشكل خاص والمواطن العاد بشكل عام صراحة أنا اعتمادي الأول والأخير على المنطقة والمنطقة اللي أنا ساكنة بها أغلبهم نازحين ساكنين في محافظات مختلفة بالعراق فبالضرورة اللي أنا أحتاجهم للتصويت في سبيل نقدر نوصل ونقدر نحقق شيء اللي احنا نطمح له اعتماد الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد مع المحافظة على الكوتا النسوية دفع نائبات البرلمان الحالي ومرشحات البرلمان المقبل إلى وصف القانون بأنه يهدف إلى خدمة أحزاب محددة لإبقائها قدر المستطاع في واجهة العمل السياسي قانون الانتخابات بصراحة سيصعب الأمر وسيصعب المرحلة على المرأة خاصة وأن وفق هذا القانون أغلبية هذه الدوائر ستكون عشائرية أو حزبية واحدة بالتالي العشيرة المعينة أو الحزب المعين سوف يقوم بدعم ابن العشيرة أو كذلك الصقور في هذه الدائرة مشاركة المرأة في العمل السياسي ضلت على مدى سنوات طوال مرهونة بمحددات كثيرة أبرزها العادات والتقاليد التي فرضت جملة من الضوابط المجتمعية عليها ما نتج عنها ضعف في تمثيلها في الإدارات الحكومية المختلفة كما أفقدها القدرة على تأسيس القاعدة الجماهيرية العامة واشترط قانون الانتخابات على مشاركة الحزب السياسي في العملية السياسية منح ربع مقاعده للنساء وسط رغبة نسوية بزيادة حصة المرأة والخروج من مبدأ الكوتا وهما استثمرته بعض الكتل بزج النساء في الدوائر الانتخابية بدلاً عن الرجال بعد أن كشفت حسابات محددة عدم قدرة الرجال للفوز في تلك الدوائر يوسف الحسيني الحرة أربيل